السلام عليكم شلونكم للاسف اليوم عدني موضوع محزن بس لازم احكي بي لاني مهم وهامني اللي هو وفاة لاعبين كمال الاسلام اخر سنتيا سنة 21 2021 توفى بيها ما يقارب 35 لاعب ولاعبة من مختلف الفات ومختلف الاعمال ومختلف الاجناس وهاي السنة بها تتعدى على خير ان شاء الله بعدنا ما طب ويبعدنا بالشهر الرابع وللاسف المعاسي طبعا ليش احكي بهذا الموضوع هذا الموضوع مهم احكي به لان انا متابع لهذه الرياضة فمن انتاني شخص مستوى لاعب كما سامتشوك مستوى من سنة سنة واسمع عنه توفى وهذا الشي يحزنني جدا لاني محب لهذه الرياضة ومحب لهذه الاشخاص ومتابعهم وشاء الله ثانيا حتى يخلينا اشعر بالذنب لان جاي اباوع وتابع هذول اللاعبين ودلي اللي دي يصير بهم هالحالات الوفاة فا اعيد احكي بهذا الموضوع ما رح تاخذ ما عندي كلام واحد خبرة انا لان الشخص لا ما اخذ هرمونات لعني الكلام رح تحصله كله مو علمي ومجرد رأيي فا اذا تريد شي علمي لتسمعناني مجرد كمتابع مهتم بالرياضة ايضا وانت مو لازم تكون خبير محركات السيارات حتى تحكي ويشخص صديقك ويصدقاك عن السيارات والمحركات ماذا شي كاجولي بساطحي فا احاج اغلب اللاعبين والحمد لله بهل وقت شون صار اقو كما السام الاندستري او المجتمع اللاعبين كما السام والفتنس شون صار مفتاح على موضوع الهرمونات كانوا يحشون باللاعبين بشكل شوية منفتح اكثر فا واغلبهم اللي انا شوفهم صريحين قالوا اذا يدونها بسلوب حلو يقلك اتقلل عمرك الهرمونات او اخو قالوا ها احتقتلك حاربيا مثل غريغ دو سيد ستيرويد ست قتلك ست قتلك ست قتلك هلا قللكم هاي السنة هاسل احنا بيها ماتيا بشهر رابع وحنا توفو هوي لاعبين المشكلة وين العدد دا يتوفى هواي والمشكلة الثانية اللي دا يتوفون اصلا ناس يعني قديمين باللعبة الاخلين مستور اولمبيا مستور اولمبيا نفسه توفى يعني شي شي يعني التوب دا يصير بهم هيج فانت المبتدع ش راح يصير بي شخصا ما عدى خبرة ش راح يصير بي طبعا اكو حالات وفا وفيات بالكمال السام بالالفين و سوطعش والفين و عشرين بس مو قدر السنتين فالموضوع شنو هو لعبين قالوا الموضوع يتعلق باللقاح الفاكسين الخضوع المود كورونا طبعا انا اشوف هذا الموضوع اي ليش لا لان هو صحيح زالت بعد هاللقاحات و انا واحد من الناس اصلا اعرف ناس شخصيا 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 ملاعبين كما الاسام اه كبار بالعمر و حتى شباب توفوا بعد ما اخذوا اللقاح الله ارحمهم فالفكرة وين بس هل هو هذا السبب الوحيد لا طبعا السبب الثانى بالنسبة اليه اشوفه انو احنا كاللاعبين دا يدفعون المستوى يعني مثل ما يقول push the limits دا يدفعون مستوى لحدود جسمهم الاقصى شي ممكن حرفيا حرفيا دا يقتلون نفسهم بس حتى يطلع باحسن شكل ممكن على ستيج ف اتمنى هذا الشي حل اللو يقوله حل بس ما اعتقد المشكلة تدرون ليش احنا كمشاهدين متابعين نحب نشوفها الاسام اسألكم واحد واحد بكم يحبي بقى البطولات كما اسام طبيعين الطبيعين ذو شايفهم الناتشرال شكلهم يا اخي مجماليته مو مثل ذول الالمبيع والمحترفين اللي يتعاطون هاي الهرمونات يجوك انشاف اضخم حتى البوزنج مالتهم احسن حتى العرض مالتهم على ستيج احلى بس الفكرة وين احنا المتابعين نريد هذا الشي فانا اتمنى اتمنى احنا نركز على شي واقعي وما ما يأذي بصحة مهواي هو وحتى هذا مو كلش واقعي احنا ما نقدر نحاصله يعني واحد بالمليون يقدر يجيب هذا الشي مثلا الكلاسيك فيزيك والفيزيك ذول اسام هم كلش حلو هماتين دي ياخذون هرمونات وخطر بس مو مثل الوزن المفتوح والتوتووف طبعا هسا واحد يقل لي انت شن تحتي انت مو خبرك واحد ياخذ هلقد واحد ياخذ هلقد طبعا حتى كله صح اكوا ناس بالفيزيك دي ياخذون هرمونات اكثر من وزن المفتوح بس بشكل عام كنا نعرف اهل الوزن المفتوح والتوتووف يدفعون الحدود الجسم اكثر هذا الشي واضح من اجسام نفسه طبعا فيديو كنت ناوه خليك صير قصير فقلت احجي وان ما اوصل اوصل هذا الشي هياثر سلما عن رياضات كمان حتى تخليها تقل تجي بفلوس واعتقد حتى تجي منظمات راح يعني تحاول اه اه تحارب عدم الصحة بها الرياضة لانها رياضة مو صحية سمين قصدي فمثلا المكملات المهرمونات ببعض الدول مسموح بها ورسمية ويقدر الناس يشترها اونلاين راح الشغلات هاي منظمات راح تحاول تحارب هذا الشي عمون الصحة الشي الثاني اذكر كابتن جانتي نشر فيلم علامات القناة اليوتيوب اسمه انا بوليك لايف اعتقد فطلع لك الهرمونات مو بس الفكرتها انو تتاخذ هاذا هو هي اسلوب حياة راح تتعامل ويناس تاخذ هاي الهربونات راح تقوم تشتري بيها وتبيع بيها ممكن راح تقوم يعني فهي اسلوب حياة صارت مو بس ياخذها حتى يستفاد او حتى يعني عمو شكل جسمه فاكو تفاصيل هواي يعني مو بس تغير جسمه تغير حتى يعني حتى عاداته حتى نفسيته حتى حياته الاسرية فالفكرة هو يتأثر فهسا نجي نحكي احنا شنو عنه هنه الهرمونات نفسهم الناس ليش تاخذهن اللاعب كمان ياخذن طبعا حتى يحسن جسمه لانه ويدي وصاب حسن صي الشكل اكو ناس يجي يقول لك والله هو مو سبب الهرمونات سبب اللاعب اللي ياخذ هرمونات هذا اللاعب اللي ياخذ هرمونات هو ماذي نفسه ماذا يحسب عدل شوفوا بشكل عام حسب ها عدل هي تأثير ها مضر الصحة بس بنفس الوقت اكو لاعبين بس هن مثال قليل مثلا جاي كاتلر شوف بعد اش تقول الشباب كبرى وما اخذ بطل عنهم 6 سنين ومحبوب وما اش امور بس هذا النموذج المثالي انت بمقابل شب واحد خذاها وتأذت حتى عائلة تأذت من ورا هذا الشي فالفكرة انو كل اللاعب اقول بها الشغلة حاولوا احنا كمشاهدين ما ندعم حاليا ندعم الفاءات الاقل كنتابحها اكثر يعني الفاءات الملعف الملعف الاقل خوشحتي هاي شاء الله والشغلة الثانية حتى بالك ترجع يرجع ما ما كان هيج ما كان هيج بزمان ارنوض هم كانوا ياخذون هرمونات هاي بس ما يعني كانوا كلاسيك ما كانوا هيج مثل ما يقولون فالفكرة احنا شنش علينا شنسوي كمتابعين نركز على الفاءات الاقل اللي حاول تقل اقل الضرر ممكن يعني الجسم تسوي مثل كلاسيك والمينز فيزيك وبعد نجي شنو احنا نفسنا نتعظ من هاشي والشغلة الثانية انو انو احنا مو بس انذبها على اللاعب اللاعب نفس هالا اللاعب موزين هي هاي الرياضة هيج ما يصير ما تقدر تسويها بدون ما تاخذها هرمونات ما تقدر هي هي اكثرية ما اخذين هرمونات مهم عمرهم الصغير ادك مثلا لاري ويلز ما اخذ هرمونات من عمر اسبط عالسنة اكو عمرهم حرفين شفت فيديوهات يحشون عاليوتيوب عمرهم 15 سنة وياخذون هرمونات هاذ 15 سنة ما يعرف ش ريض بالحياة ما يعرف ش كيش ما يعرف ش ياخذ هرمونات تأثر حياته على حياته فالموضوع ذي رسميات وغير رسميات وهي شي فاحنا حتى حتى نخلي هذا المجال يستمر بشكل طبيعي لازم احنا نفسنا اوش نبدو بروحنا شكو قرار تاخذ من ناحية الرياضة خحسا بحسابك هاذا تأثيره بعد ما تترك الرياضة هم يبق تأثير على صحتك ويبق تأثيره حتى على عائلتك الفكرة ركز على صحتك وحسب الف حساب مو ميت حساب الف حساب قبل لتاخذ هاي الشغلات مثل ما قدلك احنا نحشي الواقع انا ما احشي بشي مي جيبي اقول ناس مثل جاي كتلر خذوا هرمونات واتطوروا واستفادوا وصار عندهم اسم وقل ناس خذوها تأذوا التفس قبل هلسا الناس جاي تدفع الحدود الجسم باخصد رجات ممكنة فانت ما دام طبعت وزن مفتوح وطو 12 انت بعد ما تقدر ما لازم لازم انت طبعت بهذا انت طبعت مثل ما يقلك يعني هي هذا هو هذا الشي لازم السوي خوش حتي فكل مطلوب من عندك انه تحسب الف حساب قبل لتفكر بهاي المواضيع واتمنى عيادة كمال الاسلام تكون صحية اكثر لان انا احبها اشوفكم بالفيديو القادم اتمنى تطون رأيكم بالتعليقات وان شاء الله اخر مع السلامة